اشتركوا في القناة والهدف الثاني سنوجد مجموعة قياسات الزوايا الخارجية لمضلع نبدأ في البداية دعونا نتعرف على مفهوم القطر قطر المضلع هو عبارة عن قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين كما هو موضح في الشكل فإن القطر يصل بين النقطة قاف إلى النقطة شين وهما عبارة عن رأسين غير متتاليين نأتي الآن إلى النظرية الأولى وهي نظرية مجموعة قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ماذا تقول النظرية؟ تقول النظرية أن مجموعة قياسات الزوايا الداخلية لمضلع محدب عدد أضلاعه نون عبارة عن نون ناقص 2 في 180 نفس ما هو موضح في الشكل والمثال قياس الخمس زوايا يساوي بالتعويض عن عدد الأضلاع خمسة ناقص 2 في 180 خمسة ناقص 2 يساوي 3 ثلاثة في 180 يساوي 540 والآن دعونا نطبق هذا القانون في هذا المثال التالي في هذا السؤال أوجد مجموعة قياسات الزوايا الداخلية لسباعي محدب من خلال القانون الآن حين تهونا ما أخذينا عندي القانون نون ناقص 2 في 180 نعوض عن قيمة نون قيمة نون 7 سبعة ناقص 2 في 180 بترتيب العمليات أولا نبدأ بالأقواس سبعة ناقص 2 يساوي 5 خمسة في 180 يساوي 900 عزيزي الطالب الآن أحضر ورقة وقلم ودعونا نتدرب معا السؤال أوجد مجموعة قياسات الزوايا الداخلية لمضلع ثماني محدب أترك لكم دقيقة واحدة شكرا لكم اشتركوا في القناة نعوض عن قيمة نون نون عبارة عن عدد الأضلاع كما ذكرنا سابقا نون عبارة عن ثمانية ثمانية ناقص 2 يساوي 6 6 في 180 يساوي 1080 درجة الآن ننتقل إلى الجزء الثاني أو صيغة أخرى من الأسئلة المثال الثاني كيف نوجد قياس زاوية واحدة في مضلع السؤال أوجد قياس كل زاوية داخلية في مضلع السوداسي دعونا نتذكر معا ما هو المضلع المنتظم المضلع المنتظم هو عبارة عن مضلع جميع زوايا متطابقة وجميع أضلاعه أيضا متطابقة كيف نوجد قياس الزاوية الواحدة؟ نحن أخذنا في بداية الدرس كيف نوجد مجموع قياس الزاوية الداخلية لأي مضلع كما هو موضح في الخطوة الأولى بالتعويض في القانون نون ناقص 2 في 180 نون تعبر عن عدد الأضلاع نون عبارة عن 6 6 ناقص 2 في 180 من خلال ترتيب العمليات نبدأ بالأقواس 6 ناقص 2 يساوي 4 4 في 180 يساوي 720 توقعوا معي أعزائي الطلاب ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الأولى أوجدنا المجموع كيف الآن نوجد قياس الزاوية الواحدة إذا كان جميع الأضلاع متساوية؟ الخطوة الثانية نستخدم عملية القسمة يتم توزيع المجموع بالتساوي على جميع الزوايا كما هو موضح في الحل مجموع قياسات الزوايا الداخلية نقسمها على عدد الزوايا الداخلية يساوي 720 قسمة 6 يساوي 120 إذن قياس كل زاوية في المضلع السداسي المنتظم هي 120 درجة الآن أعزائي الطلاب نعود مرة أخرى ونتدرب في السؤال الثاني وهو أوجد قياس كل زاوية داخلية لمضلعة ساعي منتظم وأترك لكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسنتم أعزائي الطلاب أتمنى أن تكون إجاباتكم صحيحة دعونا نرى معن الإجابة أولا كما قلنا في المثال السابق نبدأ بالمجموع المجموع يساوي نون ناقص 2 في 180 نعوض عن قيمة نون نون عبارة عن عدد الأضلاع 9 9 ناقص 2 في 180 9 ناقص 2 7 7 في 180 يساوي 1260 درجة الآن كما أخذنا أيضا في المثال السابق كيف نوجد قياس الزاوية الواحدة الآن دعونا نبدأ في المثال الثالث وهو إذا كان قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم يساوي 135 درجة فأوجد عدد أضلاع باستخدام القانون نعوض عن المجموع ب135 ضرب نون يساوي نون ناقص 2 في 180 الخطوة الثانية يتم استخدام خاصية التوزيع كما هو موضح هنا 180 في نون ناقص 180 في 2 يساوي 360 بعد ذلك نستخدم خاصية الطرح للمساواة 135 ناقص 180 يساوي 45 درجة وبعد ذلك نستخدم خاصية القسمة للمساواة إذن نون عبارة عن ثمانية نون تعبر عن عدد الأضلاع إذن عدد أضلاع المضلع هي ثمانية الآن أعزائي الطلاب نعود مرة ثالثة إلى التدريب الثالث دعونا نتدرب معا والسؤال هو إذا كان قياس زاوية داخلية لمضلع منتظم يساوي 144 درجة فأوجد عدد أضلاع لكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر أحسنتم أعزائي الطلاب الآن دعونا نتأكد من إجابتنا معا يتم التعويض عن المجموع بقياس الزاوية الواحدة مضروب في نون وهو عبارة عن عدد الأضلاع 144 في نون يساوي نون ناقص 2 في 180 نستخدم خاصية التوزيع 180 في نون ناقص 180 في 360 وبعد ذلك نستخدم خاصية الطرح للمساواة 180 ناقص 144 يساوي 36 نون وبعد ذلك نستخدم خاصية القسمة للمساواة 360 كما هو موضح هنا 360 قسم 36 يساوي 10 إذن عدد أضلاع الشكل هنا يساوي 10 الآن ننتقل إلى النظرية الثانية أعزائي الطلاب وهي مجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع إذن النظرية الأولى مجموع قياس الزوايا الداخلية النظرية الثانية هي مجموع قياس الزوايا الخارجية ماذا تقول النظرية؟ مجموع قياسات الزوايا الخارجية لمضلع محدد بأخذ زاوية واحدة عند كل رأس يساوي 360 كما هو موضح في الشكل قياس قياس الزوايا يساوي 360 أي أن كان الشكل يكون المجموع قياس الزوايا الخارجية 360 ننتقل إلى المثال الأول للهدف الثاني أوجد قيمة سين في الشكل المجاور دعونا نرى معا الشكل عندي هنا خمس زوايا عندي خمس زوايا كما هو موضح في الشكل مجموعهم بما أنها زوايا خارجية إذن المجموع يساوي 360 درجة 2 سين ناقص 5 زائد 50 زائد 60 ناقص 5 زائد 30 زائد 10 زائد 2 سين المجموع 360 في الخطوة الثانية تم تجميع الحدود المتشابهة عندي 2 سين زائد 50 زائد 2 سين زائد 60 زائد 3 سين يتم جمعها لأنها حدود متشابهة وأيضا يتم تجميع سالب 5 زائد سالب 5 زائد 10 لأنها ثوابت فهي كذلك حدود متشابهة يساوي 360 بعد عملية الجمع هنا في هذا الجزء يساوي 0 إذن 18 سين يساوي 360 سين نستخدم خاصية القسمة للمساوى 360 قسمة 18 يساوي 20 الآن في هذه الخطوة أوجدنا فقط قيمة سين لم نوجد قياس الزوايا ماذا نفعل الآن؟ الآن نقوم بعملية التعويض هنا سين مضروبة في 5 إذن 5 ضرب سين لهي 20 الآن أعزائي الطلاب نعود للمرة الرابعة ونتدرب معا السؤال هو أوجد قيمة سين في الشكل المجاور كما هو موضح عندي أربع زوايا خارجية أوجدي قيمة سين لكم دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر أحسنتم أعزائي الطلاب هيا بنا الآن نتأكد من إجاباتنا أولا نقوم بعملية الجمع للقياسات لقياسات الزوايا سين زائد 10 زائد 2 سين زائد سين ناقص 2 زائد 9 و 70 يساوي 300 و 60 وكما قلنا سابقا الـ 360 ثابتة الآن نقوم بجمع الحدود المتشابهة سين زائد 2 سين زائد سين يساوي 4 سين وبعد ذلك نجمع الثوابت 10 زائد سالب 1 زائد 9 و 70 يساوي 8 و 80 الآن نستخدم خاصية الطرح للمساواة 360 ناقص 8 يساوي 272 وبعد ذلك نستخدم خاصية القسمة للمساواة 272 272 قسمة 4 يساوي 68 إذن قيمة سين 68 أشكركم أعزائي الطلاب على حسن متابعتكم ولمزيد من التدريبات يرجى الرجوع إلى الكتاب صفحة 148 التماريم من 1 إلى 3 سؤال 6 سؤال 8 وتسعة و 11 و 15 و 24 و 26 و 20 و تمنياتي لكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر و إنسان قنقر ترجمة نانسي 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 قنقر